بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الاشبال قبل ما نتكلم في فقرات النهاردة من الاشبال لازم نتكلم عن الفريء الاول هو ده حديث كل الاهلوية وهو ده قدر الكبير قدر الكبير انه يتحمل النقط لما يتعرض لهزة والهزة في الاهلي مش مجرد خسارة بطولة لا ممكن تكون بسبب خسارة ماتش او هبوط في المستوى لكن اكتر حاجة بتغضب الجمهور انك تخسر او تتعادل بدون روح او اسرار او تقديم مستوى يليق بالاهلي يما هنا اشدنا بنجمنا حتى لو خسره لكن انك تخسر او تتعادل بدون اداء جيد هو ده اللي زعل هرجع بيكو الالفين وسبعة وانا كنت لاعب في النادي الاهلي واحنا بنخسر بطولة افريقيا وسط جمهورنا في استاد الكاهرة بعد نهاية المباراة جمهور الاهلي اشد بينا وحيانا واحنا في الملعب وبعد خسارة النهاية الافريقي طب هل جمهور الاهلي من حقه يزعل؟ طبعا من حقه يزعل هو ده جمهور الاهلي السند الدائم للفريق جمهور الاهلي اللي دايما بيضرب المثل في خوفه وحبه للنادي علشان كده لازم نحترم مشاعر الجمهور هي دي رسالتي للعب النادي الاهلي لازم نحترم مشاعر الجمهور وعلشان كده برضو لازم اللعبة تتحمل نقد وغضب الجمهور وزعل الجمهور زي ما شالوكم ورفعوكم السماء وقت المكسب والبطولات لازم تتحملوهم وقت الزعل وعشان كده بطلب من نجوم الاهلي لازم تصلحوا الجمهور بسرعة والمصلحة بتكون بالروح والعزيمة والأداء والنتيجة اللي دايما بيليقوا بيكم وبالاهلي عندنا ان شاء الله مطشي مهم بكرة مطشي مهم جدا مع فريق محترم مع جهاز فني محترم سيراميكا كليو بطرة علشان كده لازم الجهد يبقى مضاعف لازم الجهد يبقى مضاعف والتركيز يكون كبير جدا لازم نقفل على نفسنا كفريق واللعبة لازم تقعد مع بعضها هي دي الروح اللازم تكون موجودة في فريق النادي الاهلي لازم تكون المصلحة سريعة وهي دي الحل ينجوم الاهلي واحنا بنتكلم في وسط زعل الجمهور رسالتي برضو لجمهور الاهلي لازم نبقى دايما فخورين بنادينا ندينا اللي بيحقق بطولات ومحقق بطولات على مدار تاريخه اكبر من اي نادي استحال حد يوصل للنادي الاهلي لو قاعد سنين طويلة النادي الاهلي اللي هيشارك في المرة التالتة على التوالي بعد شهرين في كأس العالم الاندية والمرة التمنى في تاريخه المنافس عمره ما شارك في البطولة دي علشان كده رسالة الجمهور الاهلي وانت زعلان من فريقك لازم تفرح وتفتخر بفريقك وبتاريخك اللي استحالة المنافس يوصل ترجمة نانسي قنقر